إلى السيد مصطفى الكاظمي الأخ رئيس الوزراء أن أحذر من هذا القانون لأن هذا سيكتب في تاريخ أنت رئيس وزراء العراق وهذا سيكون وصمة عار كبيرة في تاريخ العراق أن يقر قانون جرائم مثل هذا الشكل وأنت الآن وفقا لما سمعت من الخبير القانوني تمتلك صلاحيات قانونية بإيقاف أو إعادة هذا القرار والعراقيين يعرفون كلهم بأنك لم تطلب هذا القرار طلب في حكومات أخرى لديك قانونيين ولديك مستشارين استعجل الأمور في إنقاذ سمعتك من هذا الموضوع وهذا مقطع أنا راح أبعت لك إياه إلى مكتبك الإعلامي لأنه أكو قضية وأكو توريط وأكو تهمة كبيرة جدا يردون يذبونها براسك ويزيد النقبة الشعبية عليك الرسالة الثانية اليوم إحنا ما خلينا نائب من النواب ما اتصلنا عليه هذا يقول اجتماع هذا يقول ماقدر هذا يقول باردة ذاك يقول كذا قالها بالأخير أحد النواب قال إجتنا تعليمات من قياداتنا فوق إياكم أن تظهروا للجمهور بهذا الموضوع بهذا القانون لأنه الشارع يغلي والشارع ملتهب ولا يمكن أن تظهروا تقولون نحن من كتلة فلان وفلان وفلان ليش؟ خواب التذاب قرر فوت بعيون الشعب فوت بعيون الشعب وإذا أنتم فعلا اسمعوها تقولون هذا القرار من أجل الشعب باتر زلم بيكم يسوون ندوات بالمنصور وبالبيع وبمدينة الصدر وبحي العامل وبالأنبار وبالبصرة بأي مكان روحوا أنتم زعماءكم قاعدوا الشعب وقلوا له هيا إذا أنتم فعلا تقولون نحن من أجل الشعب وقعدوا بي شعبكم ما بيشي شوف بيش راح يستقبلكم واشلون راح يناقشكم وسبع منه إذا أنتم تقولون قلوبنا على الشعب وهي لحماية الشعب روحوا له لا خليتوا يجي قعدوا ياكم ولا تقبلوا ترحول له ولا تتفاعلون مع مطالبه يعني شسمها الدكتاتورية حمره له خضره بعدين أنتم ذا زلم أنتم ذا القيادات أدافع عن فكرتي أفوت بعين الإعلام أطلع أقول غصبا عليك نجب الرباعي وغصبا على الشعب يمشي القرار ليش لا ميروسكم ليش باس سلفون